يبدو أن إيران تريد لعب آخر أوراقها في الحملة التي تخوضها ضد الوجود العسكري الأمريكي في العراق عن طريق الاستنجاد بموقف المرجعية في النجف والتي أصدرت بيانا يحث الولايات المتحدة دون أن يسميها على عدم توظيف العراق في استهداف دول الجوار ولئن شمل البيان الذي صدر عن استستان قضايا أخرى بينها رسائل إلى الميليشيات وضرورة حصر السلاح بيد الحكومة فإن الهدف من البيان سواء أصدر عن استستان أو عن المحيطين به هو توظيف اسم المرجعية الشيعية في الضغط التي تمارسها إيران ضد الوجود الأمريكي في العراق لأنها تريد إخلاء الساحة لها وإعادة تشكيل سياسات العراق خصوصا الأمنية منها على وفق رؤيتها واتجاه مصالحها دون اكتراث للعراقيين ولو ربما ترى في الاحتلال الأمريكي عيقا أمامها رغم أنها تملك مفاتيح غرف المنطقة الخضراء ووزارتي الدفاع والداخلية ولسنا بصدد ذكر الميليشيات التي تأتمر بأمرها فهذه الميليشيات برأي بعض المراقبين يمكن أن تستغل رسالة استستاني غطاء للتصعيد ضد واشنطن رغم أن تسريبات من مصادر مقربة لها كشفت أن الاجتماع الذي جرى مؤخرا بين بعض فصائلها شهد الاتفاق على مواصلة التصعيد الإعلامي وتشكيل خلية عمل داخل البرلمان لتسريع إعداد مشروع قانون ضد ما يسمونه دائما الوجود العسكري الأمريكي بعد حصول عبد المهدي على ضمانات منها بعدم الاحتكاك مع الأمريكيين على الأرض هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع موقف غير معهود لرئيس الوزراء عبد المهدي يعلن فيها أن العراق لن يقبل بتنفيذ العقوبات الأمريكية المقررة ضد إيران مصادر حكومية عزت هذا التصعيد في خطاب عبد المهدي إلى سعيه لاسترضاء إيران والدخول ضمن حزامها السياسي الواسع لتأمين عمل حكومته بل والأهم مستقبله السياسي في ضوء الدفوذ المؤثر في البرلمان للكتل الموالية لطهران ويبدو الأمر أشبه بلعبة جر الحبل التي تحاول القوى الموالية لإيران أن تضم المرجعية إلى جبهتها من أجل أن تكون لها سندا تستقوي به على الشعب الذي يمثل الطرف الثاني في اللعبة والذي خرجت أصوات من داخله تؤكد صراحة عدم الاستعداد للقتال نيابة عن أي دولة أخرى